عايزت نبسط قوي في الدنيا؟ نتيجي نبدأ مع الله بداية صحيحة؟ إزاي؟ عشان أقول لكو ده هحكي لكو حكاية واحكي لكو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يلا نبدأ الحكاية نبدأ القصة القصة لها علاقة بموضوع النهاردة عيش لله لوحده خلي حياتك كلها لربنا صاحب القصة فنان مشهور هو طلب مني أن أنا مذكرش اسمه هو بيقول و أنا عندي 16 سنة كان كل حلمي في الحياة أن السعادة عبارة عن حاكتين لو معاك تبقى سعيد الشهرة والفلوس بيقول كان مسيطر الحلم إمتى أبقى سعيد لما أجيب الأتنين واشتغلت على نفسي دخل الإزاعة بقى مشهور جدا في الإزاعة كل الناس بتستنى برامجه الصبح وتحب تسمع صوته كل يوم وهو بيتكلم بدأ يتعرف لكن لسه مستعيد فقال عشان أنا مش مشهور كفاية لسه ما اشتهرتش قوي الناس ما شافيتنيش فقرر لازم أدخل التليفزيون وبدأ بيعمل برامج توك شوف التليفزيون وبدأ اتبرامجه على كل لسان وصوته في كل حتة وكل الناس عارفاه وبقى فعلا مشهور جدا لكن لسه مستعيد بيقول كنت بحس بديء في قلبي في حاجة مقصة في حاجة تعباني ما بعرفش نام بالليل خلي بالكواه رماء ده دليل ما بعرفش نام بالليل عشان أنام لازم أبزل مجهود كبير لو انت كده تبقى مستعيد هو بيحكي وبيقول فضلت كده كتير وبعدين قلت النفسي أيوة لأن أنا بقيت مشهور بس لسه معايش فلوس كتيرة لو بقى معايا الشهرة والفلوس أكيد حبقى سعيد فهو بيقول بعد ما الشهرة بقت موجودة قلت ازاي بقى معايا فلوس كتير قلت اروح السينما أمثل بدأ يمثل هو معروف ومشهور بعد شوية خد أدوار بطولة بقى مشهور جدا 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 الفلوس جات بقى فيه قصر وبقى فيه حمام سباحة وبقى فيه عربيات وجات الشهرة والفلوس وبيقول وازددت تعاسى لكن ليه زددت تعاسى خلي بالك لأن دي مفتاح الحلقة بقول لتنين بيشدوني كل واحدة منهم لها متطلبات حسيت ان أنا زي البدلة اللي أنا نبسها عمالة تتشد من ناحيتين وبتتقطع كأن قلبي اللي بيتقطع الشهرة عايزاني في حتة والفلوس عايزاني في حتة قلت آه مهولسة طبعا أنا اللي مزدكي شهرة وفلوس ناقصها أهم حاجة ستات فقرر ان لازم يبقى لي علاقات نسائية كتير جدا عشان يبقى سعيد وبدأت علاقته تكتر 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 وازدادت التعاسى لأن بدل ما كان اتنين بيشد وبقى فيه تلت حاجات بتشد الشهرة ولها متطلباتها والفلوس ولها متطلباتها والنساء ولها متطلباتها والشد بيزيد قال آه مهولسة ناقص حاجة ربع العلاقات الاجتماعية لازم يبقى عندي علاقات قوية جدا ومظاهر وحفلات وصهر وغنى وعملها وازدادت التعاسى لأنه بقى فيه أربعة بيشده بيحكي بيقول في يوم من الأيام صحفي عمل معي حوار قال لي الفنان فلان الفلاني أكيد انت من أسعد الناس فرد عليه قال له الحقيقة ده سعيد كلمة مكونة من أربع حروف سين وعين ويه ودال أنا معايا تلاتة سين وعين ويه أنا بسعى سعي لكن الدال لسه مجدش أوعدك لما جيب الدال هقولك قال له ليه مستعيد قال له علشان فيه ميت حاجة بتشدني ميت حاجة بتتنازعني بيحكي بيقول بعد ما خلصت الحكاية دي ليه ابن عم راجل متدين بس بعقب كده راجل متدين متفتح اتصل بي قال لي عايزة قابلك رحت قابلته قمي طلع وراء وقلم قال لي اكتب لي الحاجات اللي بتشدك ايه الحاجات اللي بتنزعك قال له الفلوس والمظاهر والعيلة وقيمي أنا عندي شوية قيم وأخلاق والشهرة والستات وق قال له أقولك ان فيه آية في القرآن بتتكلم عليك بالضبط قال له آية علي أنا قال له أب الضبط قال له ايه قال له اسمعي الآية دي ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون واحد له عشر مديرين كل واحد بياخده في حتة عشر حاجات بتشده رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل لواحد ملك واحد بس هل يستوياني مثلا قال له يا فلان خلي حياتك لربنا الوحد تعيس سعيد اشتركوا في القرآن اشتركوا في القناة